تتعرض امرأة حامل فقط من كل ألف حامل ممن يلدنا في المنزل لمضاعفات خطيرة بينما تصل النسبة إلى 2.3 في الألف للحوامل اللواتي يلدنا في المستشفية هذا ما اكتشفته دراسة طبية شاملة أجريت في هولندا وتقول الكلية الملكية للقابلات إن الدراسة تثبت فوائد الولادة في المنزل وتعتبر دليل سلامة للحوامل لكن أطباء التوليد في بريطانيا يحذرون من أن النظام الطبي في هولندا يختلف عن نظيره البريطاني الدراسة الهولندية أوضحت أيضا أن خطر نقل حامل بجنين بكر ولدت في المنزل إلى قسم العناية الفائقة بسبب نزيف أو غيره أقل أو يعادل الخطر الذي قد تتعرض له حامل بجنين بكر وولدت في المستشفى حيث تصل النسبة إلى 2.3 في الألف من اللواتي يضعنا في المنزل مقابل 3.1 للواتي يضعنا في المستشفى لكن فيما يخص الحوامل اللواتي وضعنا من قبل فإن نسبة الخطر تقل أيضا لدى الولادة في المنزل عنها في المستشفى فقد اكتشفت الدراسة أن خطر حدوث نزيف بعد الولادة وصل إلى 19.16 من الألف من الحوامل وضعت في المنزل مقارنة مع 37.16 الألف حامل وضعت في المستشفى الأمر الذي اعتبره الباحثون ومنهم ممرضات وأطباء توليد من جامعات أمستردام وليدن ونجمنجين دا أهمية أحصائية الدراسة أجريت على 150 ألف حامل من المصنفات في دائرة الخطر المتدني وذلك بين عامي 2004 و2006 في هولندا تحدث 20% من الولادات في المنزل مقابل 2.4 فقط في بريطانيا يذكر أن نظام الولادة في هولندا يعمل بشكل جيد ويخدم الراغبات في الولادة المنزلية بسبب توفر المراكز الطبية القريبة والمواصلات السريعة والمهارات الطبية المختصة ما يجعل احتمال تعرض الحامل للخطر في حال حدوث مضاعفات معدوم لكن الأمر يختلف في بريطانيا فقد اكتشفت دراسة أجريت على 65 ألف حامل أن الولادة في المنزل تنطوي على خطر أكبر يصيب الأطفال البكر بينما لم تجد فرقا بين الأخطار التي يتعرض لها بقية الأطفال سواء كانت الولادة في المنزل أو المستشفى وكانت الحكومة البريطانية قد تبنت سياسة تشجع الولادة المنزلية لتوفير المال والعودة إلى ستينيات القرن الماضي حيث كانت ثلث الولادات تتم في المنزل ترجمة نانسي قنقر